اشتركوا في القناة احب اتكلم معكم عن قاعدة الصف السالس سنوي الوحدة الاولى اللي هي بتتكلم عن عنوان writers and stories الوحدة الاولى جماعة عنوانها writers and stories writers معناها كتاب and stories معناها قصص كتاب وقصص القاعدة اللي احنا اتكلم عنها في unit 1 هي ازمنة الماضي ازمنة الماضي اللي هي زباست تن سنسز زباست تن سنسز ازمنة الماضي زرار سري تن سنسز يعني عندنا تلت ازمنة تلت ازمنة دولة نستعرضهم كده الزمن الاول زباست سنبل تنز زباست سنبل تنز زمن الماضي البسيط الزمن التاني زباست كونتينيوست تنز اللي هو زمن الماضي المستمر اما الزمن التالت وهو الاخير اللي هو زباست بيرفكت زباست بيرفكت اللي هو الماضي الماضي التام نبدأ ناخد زمن زمن لتس ستارت ويز زباست سنبل تنز يلا نبدأ بزمن الماضي زمن الماضي البسيط The Past Symbol Tens لما نتكلم عن الـ Usage أو الاستخدام بتاعه There are four Usages يعني عندنا أربع استخدامات لزمن الماضي البسيط اللي هو The Past Symbol Tens نستعرضهم واحد واحد أول زمن أو أول استخدام أنه هو بيعبر الماضي البسيط عن حدث انتهى في الماضي حدث بس خلاص انتهى في الماضي زي لما أقول مثال We studied French We studied French last week Last week الأسبوع الماضي فإحنا درسنا English We studied حتى الزمن آخره IED لأنه verb study ده كان آخره واية جماعة استخدام التاني يعبر عن custom custom in the past يعني عادة في الماضي زي لما أقول أحمد used to play tennis when he was young اعتهد أحمد على لعب التنس لما كان صغير الاستخدام التالت يا جماعة وصف أحداث في سرد قصة وصف أحداث أو نحنا نسرد قصة ما أحداث يعني إزايا إزايا لما أقول Sarah found a bag Sarah وجدت شنطة أو حقيبة then وبعد ذلك she went to the police أنا عندي الفيرب هنا في found والفيرب الثاني went لاتنين دولار زمن الباست الباست الزم بالماضي بسيط لأن إحنا بنتكلم عن قصة أو بنسرد أحداث قصة الاستخدام الرابع في الحالة التانية من أسلوب الشرط الحالة التانية من أسلوب الشرط if أو الحالة التانية اللي بنسميها جماعة من قاعدة if زي second conditional بنسميها زي second conditional اللي هي لو أخدناها في مثال نقول if he helped us we would win يعني لو هو كان ساعدنا كان ممكن نفوز أنا كل اللي يعنيني هنا الverb helped helped معناها ساعدة طبعا وآخرة ed ده زمن الماضي البسيط طيب بعد كده نتكلم عن وتخص كل زمن الكلمات الدالة الكلمات الدالة منها yesterday ago last عندنا تاني once one day in the past in ancient times لكن في كلمات تاني أهم من دولة أو إحنا متعودين على الكلمات اللي فوق دي yesterday ago last in the past ancient times لكن في كلمات تاني أو عندي expressions تعبيرات مجرد أنه بشوف expressions دي بالشكل ده بعرف أنه اللي هيجي وراه هيكون زمن باس سيمبل اللي هو الماضي الماضي البسيط زي ايه مثلا زي it's time بس وراه subject فاعل ايه تاني I wish غير كده I'd rather يبقى أنا عندي 3 expressions 3 تعبيرات لما بلاقيهم موجودين بأختار معاهم زمن الماضي البسيط اللي هما it's time I wish I'd rather في جزئية مهمة جدا في زمن الماضي البسيط وإحنا درسناها في المراحل الإعدادية أو عدت علينا أكتر من مرة اللي هي قاعدة ايه جماعة used to تعالوا كده نتكلم عن used to used to معناها بالعربي معناها اعتادة أن اعتادة أن ودائما بيجي وراها infinitive infinitive يعني مصدر بنستخدمها لإيه used to احنا لسه متكلمين عليها من ثواني كده ان هي بتستخدم العادات في الماضي بس عادات لم تعد تحدث الآن يبقى used to تدل used to على عادة في الماضي لم تعد تحدث الآن habit habit in the past عادة في الماضي زي لما أقول إيه مثال he used to work hard he used to work hard ركز كده used to الفيرب اللي جاي وراه هو فيرب work يعمل والفيرب ده جاي في شكل أو في صيغط infinitive اللي هو المصدر مثال ثاني when I was in charm لما أنا كنت في charm I sunbathed a lot يعني أنا كنت بأخد حمام شمس بكثرة when I was in charm I sunbathed دي بتكلم عن عادة في الماضي طيب يا جماعة مثال ثاني another example I used to smoke أنا اعتدت أن أدخن but I don't smoke now ولكنني لا أدخن الآن معناها أني أنا أقلعت عن التدخين خلاص يعني بطلت أدخن فدي كانت عادة في الماضي لكنها لم تعد تحدث الآن النفي بتاع الزمن دي جماعة بننفيه ازاي تعالوا نبص كد على المثال ده ونوضحه في الاكزامبل ده بيقول my sister didn't use to get up late my sister didn't use to get up late يعني أختي لم تكن معتادة على الاستيقاظ late متأخرا طيب بص كده على كلمة used to ما فيش used to هنا جماعة في used to ومال فين الدي الدي هنا مش موجودة لوجود كلمة didn't جداما يبقى احنا لما حبينا ننفي used to بيجي اسميها يا جماعة خلي بالك معاي didn't used to برضو وراها الانفينيتيف اللي هو ايه يا جماعة اللي هو المصدر يبقى لما بننفي used to بننفيها باستخدام ايه يا جماعة بننفيها باستخدام didn't didn't وراها المصدر طيب هين نتكلم على الثاني يا جماعة الزمن الثاني اللي بعد كده اللي هو the past continuous the past continuous tense اللي هو زمن الماضي الماضي المستمر زي ما اتكلمنا في الماضي البسيط الباست سيمبل عن الاستخدامات the usage تعالوا هنتكلم عن the usage الاستخدام في زمن الماضي الماضي المستمر هو لي بس يا جماعة استخدامين فقط الاستخدام الاول احنا ممكن نستخدم الماضي المستمر عشان نعبر عن action حدث الحدث ده كان مستمر لفترة او في وقت محدد في الماضي خلي بالك كده معاي لفترة او في وقت ايه يا جماعة محدد في الماضي مش وقت كده ايه يعني عام او مفتوح لا ساعة او توقيت محدد في الماضي فكده احنا بنستخدم زمن الماضي المستمر الباس كونتينيوس ومش بنستخدم الماضي البسيط لشان كلام يبقى واضح بالنسبة لك let's look او let's understand this example تعالوا نبص على الexample اللي قدامنا ده dark was eating dinner at noon yesterday للوهلة الاولى اي طالب هيشوف كلمة yesterday هيقول طالما انا عندي yesterday يبقى انا هستخدم ماضي بسيط فالمفروض ان انت مستر المفروض تقول انه dark ate dinner يعني تناول المفروض انك ما تقول ايش was eating لكن نقول هنا بقى خلي بالك ايوه هو فعلا الزمن حدث في الماضي لكنه في وقت محدد فين الوقت المحدد داية معها برافو عليكم اللي هو كلمة ايه اللي هي كلمة at noon يبقى يبقى انا استخدمت ماضي مستمر باست كنتينيوس ليستخدمت باست كنتينيوس لوجود كلمة تدل على الماضي لكن ليست لوحدها ولكن معها وقت محدد اللي هو at eight clock يبقى لما الاقي عندي كلمة من الكلمات الدالة على الماضي مضاف اليها او مقترن بيها ركزوا معايا باقي او كان مقترن بيها او مضاف اليها وقت محدد في الماضي يبقى ايزا انا باستخدم هنا زمن زباس كنتينيوس اللي هو زمن الماضي الماضي المستمر ده الاستخدام الاول طيب اذا الاستخدام التاني الاستخدام التاني هممكن نستخدم الماضي المستمر علشان نعبر عن حدث كان مستمر في الماضي الى ان قطعه حدث اخر يعني يجي حدث اخر قطعه في الماضي البسيط يعني بزا يعني وخصوصا مع كلمات زي when و as just as يعني يكون عندي حاجة بتحصل باستمرار في الماضي ويقضحها حدث اخر اللي هو زمن الماضي البسيط اللي هو البس سيمبل تعالا كده شوف المثال الاول عشان تفهم كلامي المثال بيقول ايه I was having a shower when the phone rang تاني I was having a shower when the phone rang يعني انا كنت باخد دوش لما التليفون ران الكلمة ده اللي هنا عندي كلمة when موجود جدامها ماضي مستمر يبقى ايه الحدث اللي كان في الماضي وكان بيحدث باستمرار اللي هو having a shower ايه اللي قطع الحدث ده ايه اللي خلاني اقضع الشوار او ايه اللي قطع استمراري في الحدث ده اللي هو الحدث التاني اللي هو الماضي البسيط اللي هو ايه bravo عليكم اللي هو the phone rang يبقى انا عندي هنا when في المنتصف in the middle وقدامها was having ووراها rang اللي هو زمن الماضي الماضي البسيط اذا كان المثال الاول مش موضح sure انه المثال التاني اكيد هيخليك فهم الجزئي ده كويس ندخل على المثال التاني اللي هو بيقول ايه I was studying chemistry انا كنت بدرس كيميا when I met جان يعني لما قبلت جان كنت بدرس كيميا خلاص او مادة الكيميا يبقى عندي when هنا وقدامها ماضي المستمر ووراها ماضي ماضي بسيط طيب تعالوا كده نتكلم عن key vocabulary الكلمات على زمن الباست continuous الكي vocabular بتاع vocabular بتاع الماضي المستمر تعالوا نسردو كده في بعض النقاط المهمstone النقطة الاولى من كلمات الدالة why when as just as اللي أربعة دول يا جماعة خلي بالك بييجي بعدهم ماضي مستمر يعني past continuous يعني was aware وفعل في ING وبعدها الماضي البسيط اللي هو D أو ED أو IED أو فعل شاز طيب تعالوا نبص كده على مثال المثال الأول بيجو while she was walking in the street يعني بينما كانت تسير في الشارع she met one of her old friends قابلت أحد أصدقائها القدامة إيه الكلمة اللي بدأنا بيها اللي باللون ال green دي اللي قدامنا جماعة اللي هي كلمة إيه while مظبوط while طيب في عندي جزئين باللون الموف اللي هو was walking ونحاة الثانية met إيه سبب الترتيب ده إيه سبب إنه was walking جات الأول وبعدين met اللي هي الماضي البسيط إنه إحنا بدأنا بwhile while يجي وراها ماضي مستمر والنحاة الثانية ماضي بسيط طبعاً كلكم عارفين إنه met ده زمن التصريف الثاني من الفيرب meet اللي هو معناه اللي معناه يقابل طيب هات مثالك كده تاني يا مستر عشان بس ناخد بالنا المثال التاني بيقول it started to rain بدأت تمضر as we were doing the homework إيه الحاجة اللي احنا كنا بنعملها الhomework we were doing the homework طيب إيه اللي قطع استمرارنا في الحدث ده إنه it started to rain بدأت السماء تمضر فكان الحدث مستمر إيه لأن قطعوا الحدث الآخر اللي هو إنها rain بدأت إيه بدأت تمضر طيب في كلمات تاني أيوة لاحظ بقى الملحوظة اللي قدامك دي لاحظ إنه when ممكن ممكن when يعني ممكن ييجي بعدها ماضي بسيط أو ممكن ييجي وراء ماضي مستمر يعني ممكن ييجي وراءها كده أو كده طيب خد كده المثال ده عشان بس توصل لك الفكرة كويس إنت حضرتك شايف الجملة دي كلمة when موجودة في المنتصف when مين اللي جاي قدامها برافو عليك ماضي مستمر طيب مين اللي جاي بعدها ماضي بسيط بس سمبل نجرى الجملة كده كويس we were doing the homework when it started to rain يعني إحنا كنا بنعمل الواجب لما بدأ التمدر طيب بص كده في المثال التاني في next example بيقول when I was doing my homework my sister was helping my mother يبقى كده ممكن ييجي وراء when ييجي بعدها يعني ماضي بسيط وممكن ايه تاني برافو عليكم ممكن ييجي وراء ماضي مستمر زي ما احنا شايفين في كلمة was was doing was was helping طيب النقطة التالتة في عندنا كلمة مهمة جدا في زمن الماضي المستمر الكلمة دي هنحس انكم عارفينها وبتقولوها قبل ما تظهر قدامكم على الشاشة اللي هي كلمة on برافو عليكم كلمة on ممكن نستخدمها بدل كلمة when يعني نستبدلها نحزف when ونحط بدلها كلمة on بس بشارط برافو عليكم لازم ييجي بعدها verb في ing او اسم يعني ممكن ييجي وراها الجيراند اللي هو الفعل مضاف لو ing وممكن ييجي وراها او ييجي بعدها enowen بص كده في المثال ده ومثال واضح جدا بيقول on arriving he found the door locked يعني لما وصل وجد الباب مكفول هنا عندي verb arrive مضاف له ing جاي في صيغط او في form هيئة الجيراند لكن ممكن ما يجيش الجيراند وراها الفرب في ing ممكن ييجي وراها enowen برافو عليكم زي لما اقول on his arriving he found the door the door locked يبقى احنا خلصنا هنا في النهاية ان كلمة on بتيجي بدل when بتيجي بدل while بتيجي بدل when لكن بيجي وراها الشرط بيجي وراها فاعل وفاعل وسبجكت وverb لا 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 مش بيجي وراها اي حامل ده ده بيجي وراها جماعة verb في عين g لو الجيراند او ممكن يجي وراها الاسم اللي هو ايه اللي هو enowen اوكي جماعة الجزئية اللي بعد كده على طول برضو من الكيفوكابلري من الكلمات الدالة على الزمن ده كلمة while while when as just as بيجي وراها ماضي مستمر وايه تاني لا غريبة دي شوية وماضي مستمر لا يا مستر انت من شوية قلت انه while when as just as بيجي وراها ماضي مستمر وايه تاني ايوة فعلا قلنا اني بيجي وراها ماضي بسيط طب ازاي هنا جاي وراها ماضي مستمر وماضي مستمر بص بقى امتا بنستخدم الفورم دي بنستخدم الفورم دي اللي هي بيجي وراها ماضي مستمر وماضي مستمر للتعبير عن حدسين بس الحدسين دي بس الحدسين دي كانوا مستمرين في نفس الوقت في الماضي يعني كانوا بيحصلوا مع بعض او استمرارهم كان متزامن مع بعضو زي لما قولك زي لما قولك مثال while I was studying بينما كنت اذاكر أبي كان يقرأ. الحدثين هنا مستمرين مع بعض. أنا بقى أذاكر في نحية وماي فازر ريدنج بيقرأ في نحية ثانية خالص. فبدأنا الجملة بكلمة واجبنا وراها ووز طادينج ووز ريدنج. أحيانا ممكن نقول إن إحنا بنلاحظ يعني ممكن نخدها على أساس إنها سم تايمز يعني سم تايمز أحيانا مش دايما. إنه إذا كان الفاعل لبعده وويل وليبعد الكومة مختلفين يجوز كده إن إحنا نخليها مستمر ومستمر. يعني ما فيش مانع أن أنا أكون بذاكر لوحدي وماي فازر والدي ووز ريدنج بيقرأ نحية ثانية ما فيش مانع أن أنا أكون ووتشينج تيفي بشاهد التلفزيون وماي مازر ووز كوكينج وأمي كانت بتطبخ كل واحد فينا بيعمل حاجة لوحد وكده مستقلة بس باستمرار في الماضي فالفاعل مختلف لكن بنقول إن أحيانا يعني أو نادرا إنك ممكن إيه تلاقي تلاقي الفاعل متشابه وموجود وراه ماضي مستمر وماضي ماضي مستمر أوكي يامع؟ طيب يبقى إذا كان الحدثين حصلوا مع بعض في وقت واحد في الماضي يبقى إحنا بنستخدم ماضي مستمر وماضي مستمر. الملحوظة اللي بعدها بيقول إنه while كلمة while لو مجاش بعدها فاعل يعني أنت اللي بصيت في الجملة اللي فوق دي while I was studying نفترض بس مثلا يعني إنه ما كانش فيه فاعل اللي هو I ينفع أقول while was studying أشيل الفاعل no أشيل الفاعل وأحزف معاه was aware أقول while studying تعالوا بص كده في المثال ده while playing I fell down أثناء اللعب أنا سقط أو وقعت على الأرض يعني خلاص فهنا while جاي بعدها verb في ing على طول من غير was من غير الفاعل ليه؟ لعدم وجود الفاعل نقول ثاني هنا while جاي وراها verb في ing لعدم وجود الفاعل while دي يا جماعة ممكن نعزفها ونحط بدلها كلمة إحنا كنا بناخدها في الإعداء دي وعدت علينا في سنة أولى وتانية سنويه أيوا افتكرتوا الكلمة دي؟ برافو عليكم اللي هي كلمة إيه جماعة؟ اللي هي كلمة during فاكرين during؟ ممكن أستخدم during بدل while بس بشرط هي أجي بعدها إيه؟ برافو ناوني يجي بعدها اسم يبقى أنا ممكن أستخدم during بس أجيب بعدها إيه؟ أجيب بعدها ناون اسم تعالوا بص كده في المثال اللي أنا أقوله دلوقتي بيقول while you was playing the game بينما كان يلعب he got hurt أصيب طيب تعالك إذا نستخدم during في الجملة دي بدل while تمام؟ بص كده في الجملة هيبقى during the game he got hurt يبقى أنا قلت while حزفت while حطت بدلها during يبقى while he was playing the game بتسويها بالضبط during the game ينفع فيه إجابة تانية؟ أيوة سمعكم بتقولها during playing the game تنفع يا جماعة؟ تنفع عادي مفاش أي حاجة طيب يبقى دا استخدام during بدلا من إيه؟ بدلا من وايه؟ الأخر ملحوظة عايزين نقولها في أزمنة المستمر عامة وزمن الماضي المستمر خاصة إن إحنا ودي آخر ملحوظة نتكلم فيها في زمن الماضي المستمر لاحظ عدم استخدام الأفعال الدالة على الحالة على الأفعال الدالة على الحالة في الماضي المستمر وأفعال الشعور والإحساس وأفعال الملكية دي عمر ما بتبقى مستمرة يا جماعة سواء إذا كان في الماضي المستمر أو في المدارع المستمر أي زمن مستمر مش بنستخدم فيه الأفعال الدالة على الحالة إطلاقاً زي تعالوا كده هنبص على المثال اللي قدامنا دا بيقول she seemed ill يعني كانت تبدو مريضة when I visited her الفيرب هنا اللي قدامنا يا جماعة اللي هو seemed طيب ممكن يبقى she was seeming ill when I visited her خطأ wrong ما ينفعش يا جماعة لأنه فيرب seem عمره يبقى في I energy خلاص؟ معناه يبدو احنا كده خلصنا الكي فوكبلري بتاع زمن الباست كونتينيوس الزمن الماضي المستمر يبقى احنا دلوقتي يا جماعة تكلمنا عن زمنين زمن الباست simple الماضي البسيط وتكلمنا دلوقتي على طول ومخلصين كلام عن زمن الباست كونتينيوس اللي هو زمن الماضي المستمر بقى معنا زمن ايه يا جماعة؟ ايوا انا عارف انه كلكم بتحبوا الزمن ده زمن سهل وبسيط حتى الكي فوكبلري بتاعته سهل خالص وكلنا عارفينه برافو عليكم زمن اللي هو زباست بيرفك تنز زمن الماضي التام اليوزج او الاستخدام بتاع زمن الباست بيرفك تنز انه لثلاث استخدامات اول استخدام بيعبر الماضي التام عن حدث وقع قبل حدث اخر يعني بيفيد ترتيب الاحداث يعني حدث حصل قبل الحدث التاني فاحنا الحدث اللي حصل الاول بنستخدم في زمن الماضي التام تعالوا نبص كده في المثالين اللي قدامنا اول مثال بيقول I had finished my work before I took a break I had finished my work before I took a break انا عندي took هنا ماضي بسيط وعندي had finished اللي في الاول اللي باللون الاخضر دي زمن ماضي ماضي تام تعالوا نبص كده في المثال التاني We weren't hungry احنا ما كناش بنشعر بالجوع Because we had already eaten had ومعها الباست بيرفك تبقى ما يمنعش وجود كلمة already انه يجوز ان انا استخدم already مع المضارع التام present continuous ومع الماضي التام اللي هو زمن اللي قدامنا ده اللي هو الباست بيرفك تبقى احنا ممكن نستخدمها على الباست بيرفك تبقى مع المضارع التام كلمة already لا تؤثر على الجملة هنا يعني فوجود كلمة او العبارة بتاعت we had already eaten ده موجود لانه احنا اكلنا بالفعل خلاص اكلنا علشان كده ما كناش بنشعر بالايه نشعر بالجوع الاستخدام التاني ان احنا زمن الماضي التام بنستخدمه ليعبر عن حدث وقعه قبل وقت معين في الماضي يعني حصل في فترة كده معينة في الماضي زي لما اقول ايه مصطفى had done all his homework مصطفى عمل كل وجه بتاعه امتى before midnight يبقى اهو القبله وقت معين اللي هو الميدنايت وقبله اهليها كلمة ايه كلمة before الاستخدام التالت ده اخر استخدام لزمن الماضي التام ممكن استخدمه بدل الماضي البسيط وبدل المدارع التام في صيغة الغير مباشر واحنا ان شاء الله هنتكلم في وحدات قادمة ان شاء الله عن ال direct وال indirect المباشر والغير مباشر وزاي نحول اي جملة من direct ال indirect في درس ال reported speech الكلام مباشر وغير مباشر زي في المثال اللي قدامنا ده he told me هو اخبرني that they had already paid the bill يعني هو اخبرني بالفعل ان هو فعلا دفع الايه دفع الفاتورة دول الثلاث استخدامات بتوع زمن الماضي الماضي التام طيب تعالوا نتكلم بعد كده على طول مباشرة key vocabulary كلمات الدالة على زمن الماضي التام طويلة شوية هي بتاخد منينا وقت لكن بقى ايه يعني بس سهلة وبسيطة تعالوا نبدأ باول حاجة في key vocabulary بتاع الكلمات الدالة عن زمن ال past perfect الماضي التام اول حاجة after كلمة after او الرابط after after لما بيجي وراءه subject يعني فاعل بيجي بعدها على طول ايه جماعة برافو عليكم بيجي وراء past perfect زمن ماضي تام وبعدها على طول past symbol في النحية التانية او في الجزء التاني من الجملة بيجي past symbol ماضي بسيط ممكن يا جماعة after ما يجيش وراها فاعل في الحالة دي لو ما جاش وراها فاعل تبقى بالشكل اللي شايفينه قدامكم ده باللون الاخضر after بيجي وراها verb في ing اللي هو الجيراند ليه الجيراند او ليه جيراند بيجي وراها لانه هنا عدم وجود الفاعل وبرضو مازال جاي وراها past symbol اللي هو الماضي الماضي البسيط طيب هل في حاجة ثانية بتساوي كلمة after بنستخدمها او بتقدي نفس الغرض بتاع after ايوا في كلمة اخدناها قبل كده وعدت علينا هي كلمة برافو عليكم هي كلمة having بس having لا بيجي وراها السبجيكت الفاعل وبعدها past perfect ولا بيجي بعدها verb في ing مع غياب الفاعل لأ having بتؤدي نفس عمل او نفس وظيفة after بس بشرط ان بيجي وراها ايه past participle اللي هو التصريف الثالث من الفعل وباقي الجملة بيبقى زي ما هو past symbol يبقى انا ممكن after وراها subject بتسويها after وراها verb في ing بس بدون الفاعل يا جماعة خلوا بالكم مع غياب الفاعل او بتسويها having زائد past participle تعال كده نبص على امثلة على كل واحدة في دول اول واحدة اللي هي after زائد subject الفاعل تعال نبص في جملة الجملة بتقول ايه الجملة after he had read the novel بعد ما هو ارى الرواية he watched tv شاهد التلفزيون يبقى ايه اللي حصل الاول ان هو read the novel ارى الرواية وبعدين الحادث الثاني he watched tv لاحظ ان هنا after جاي بعدها ايه فاعل subject اللي هو اللي هو he وبعدها على طول had read اللي هو الماضي التاني طيب تعال نشوف after بس مع عدم وجود الفاعل نقول after reading ايش معنى هنا old reading لعدم وجود الفاعل اللي هو ايه قدامكم برافو عليكم اللي هو subject he فلما غاب he جبنا على طول الفعل في ing طيب ممكن الجملتين اللي احنا كتبناهم فوق دول تسويهم حاجة تانية ايه مظبوط تسويهم having having read having read read هنا جماعة تصريف تالت تصريف التالت تصريف التالت البست participle بتاع verb read 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 يا جماعة خلاص كده طيب الكلمات التانية الدالة احنا كده اول حاجة تكلمنا عنها after و ايه بيسوي after after وراء verb فاني جيب او بيسوي having ذات البست participle من تاني من الكلمات الدالة عندنا as soon as as soon as بمجرد ان بيقي وراء نفس استخدام after بيقي وراء subject و بعدين باست perfect ماضي تاني و بعدين باست باست symbol تعال بص كده في المثال ده جماعة سلسل وواضح as soon as he had taken the photograph بمجرد ان هو التقت الصورة he showed it to his friend ورها لصديقه او وراتها لصديقه او ورها لصحبه يعني او صديقه اوكي يبقى انا بدأت الكلام هنا باس soon as هاي الكلمة اللي باللون ال green دي اللون الاخضر وبعدها على طول في فاعل طالما في فاعل يبقى احنا نكتب ايه نختار ان احنا نختار زمن past perfect اللي هو الماضي التام هذا هو تصريف ثالث والنحية التانية عندنا show with في الماضي البسيط ايه عندنا تانيه عندنا كلمة كلنا عارفينها بتستخدم للدلالة على زمن الماضي التام برافو عليكم هي دايما بتجيه في منتصف الكلام لها كلمة till او until till او until يا جماعة لازم ينجي قدامها ماضي بسيط منفي غالبا منفي مش دايما بيكون منفي بس في الغالب ان هو بيكون ماضي بسيط منفي لما ننفي الماضي البسيط بننفيه ب didn't يا جماعة didn't زاد زاد المصدر طب ايه يجي بعد till او until ايه يجي بعدهم يجي بعدهم past perfect اللي هو زمن الماضي التام تعالوا بص كده في المثال الواضح ده والسهل جدا اللي كلنا عارفينه هادي كلمة until يا جماعة موجودة في نص الكلام ايه الزمن الموجود بعدها برافو عليكم had found طيب ايه الزمن الموجود قدامها didn't bark اللي هو ماضي بسيط منفي نقرأ الجملة he didn't bark his car until he had found a place يعني هو ما ركنش العربية بتاعته الا او حتى وجد مكان وجد المكان الاول وبعدين ركن العربية او السيارة بتاعته هل هي دي كل الكلمات الدالة او هي دي كل الكي فوكابلوري الدال على زمن الباص بيرفك؟ لا يا جماعة عندنا تانى مجموعة تانى تانى كلمة before before دايما بيجي بعدها subject بعدها bad symbol يبقى before بيجي وراها post symbol اللي هو الماضي البسيط والنحة التانية past perfect اللي هو الماضي اللي هو التام خلاص يا جماعة طيب تعال كده برضو ممكن before يجي بعدها لو مكانش وراها subject لو مكانش وراها subject الفاعل بيجي بعدها ايه يا جماعة بيجي وراها verb في ing اللي هو الجيراند وبعدها الباست بيرفكت الماضي التام تعالوا نبص كده على المثالين دولا المثال الأول بيقول بيفور فيه فاعل هنا يا جماعة بعد بيفور مظبوط اللي هو هي مكتوب بعدها بيفور هي واتش التيفي والنحية التانية هادرد لكن تعالوا نبص كده في المثال اللي بعده تعالوا آه مظبوط بيفور واتشينج ايش معنى يا مستر هنا جبت آي ان جي ليه قلت واتشينج ايش معنى استخدمت الجيراند هنا استخدمت الجيراند هنا يا جماعة علشان موجود بعد بيفور مفيش عندي فاعل واذا غاب الفاعل احنا بنجيب الفاعل فيه آي ان جي على طول طيب الكلمة الخامسة او الحاجة الخامسة اللي بعد كده نقطة الخامسة كلمة بايزا تايم بايزا تايم وراه سبجيكت بيجي وراها ماضي بسيط يعني بتساوي بالزبط يا جماعة بتساوي كلمة بيفور في نفس الاستخدام تعالوا بص كده في المثال ده بيقول بايزا تايم زبوليس ادي كلمة بايزا تايم في الاول باللون الجرين بعدها على طول مكتوب اررايفت ماضي بسيط والنحية التانية مكتوب هادي سكيبد يعني ماضي تام يبقى قبل ما يوصل البوليس او الشرطة قبل ما توصل ازا السيف هادي سكيبد كان اللس هرب يبقى الهروب كان الاول وبعدين وصول الشرطة يبقى كلمة بايزا تايم بتساوي نفس الاستخدام بتاع بيفور الكلمة اللي بعدها كلمة باي باي لو جا بعدها او جات بعدها نقطة زمنية بس نقطة زمنية في الماضي يعني اجيب مثلا باي تونتي سفنتين باي تونتي تن يعني في الماضي بيجي بعدها على طول بتدل على الماضي التام زي لما اقول ايه في المثال ده بص بقى معاي باي لاست فرايدي يبقى انا بعد باي هنا جبت وراها نقطة زمنية بس نقطة زمنية في الماضي باي لاست فرايدي هي هاد فنش زريبورت يبقى لما وجدنا هنا كلمة باي وراها نقطة زمنية بتدل على الماضي استخدمنا على طول هاد فنشد اللي هو هاد والتصريفتات اللي هو زمن الباست بيرفكت طيب النقطة اللي بعدها ودي مش آخر حاجة احنا ممكن نستخدم الماضي التام مع كلمات لسه أيلين عليها اللي هي already و just و never yet اللي هما بيدلوا على المضارع التام أصلا فممكن نستخدمهم عادي ما فيش مشكلة ممكن نستخدمهم مع الماضي التام اللي احنا فيه دلوقتي إذا كان هناك تتابع في الماضي يعني فيه تتابع في الأحداث تعال كده المثال ده أكيد هيوضح لك when we arrived at the cinema لما وصلنا للسينما كان بالفعل بدأ يبقى هنا فيه تتابع في الأحداث إنه الفيلم كان بدأ وإنه احنا وصلنا للسينما يبقى كان فيه تتابع أو تقارب في الأحداث أحداث متتالية أو متتابعة طيب النقطتين اللي بعد كده كده برضو في الكي vocabulary الكلمات الده اللي عليه رقم 7 أو number 7 لما ممكن إحنا نستخدم كلمة hardly ممكن نستخدم no sooner ممكن نستخدم دول كلهم بس إحنا معانا دلوقتي أول حاجة hardly كلمة hardly معناها بالكاد خلاص يبقى لما نقول نستخدم hardly لازم ناخد معاها الكلمة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اللي هي كلمة win كلمة win بتيجي معا hardly يقول hardly win طيب تعال بص كده في المثال بيقول لاحظ نحن نستخدم no sooner في المنتصف لازم أجيب قدامها الفاعل وبعدين had الفاعل وبعدين had خلاص subject وبعدين had خلاص تعال كده نبص في الأمثلة دي تعال نبص في المثال الأول بيقول ايه they had no sooner finished painting our new house than we moved into it الكلمة هنا المكتوب باللون الجرين هي كلمة ايه no sooner no sooner ناخد معاها ايه زان ولا win لا طبعا بناخد معاها زان فهنا كلمة no sooner جاية in the middle في المنتصف مين اللي مكتوب قدامها they had يعني الفاعل وبعدين had علشان هي جاية في المنتصف في الوسط طيب تعال نبص برضو على استخدام hardly في المثال دي يقول زي had hardly finished painting our new house when we moved into it هنا كلمة hardly باللون الجرين موجودة وقدامها مكتوب الفاعل وبعدين had خلاص يا جماعة بس موجود معاها في الآخر ما تنساش بص كويس كده في نهاية الجملة كتب win ودام موجودة كلمة win يبقى لازم تكون مع hardly مفعش استخدم زان مع hardly طيب السؤال اللي بيخطر في بالك دلوقتي كلمة no sooner hardly scarcely كلهم بدقين بحرف small طب يا مستر لو كانت جاية في بداية الكلام ايه هيحصل تعال نبص كده على التركيبة اللي قدامنا دي او على الشكل اللي قدامنا لو بدأت الجملة بنو sooner hardly scarcely بنخلي الجملة الاولى في صيغة استفاهم ازاي؟ تعال بص كده على الشكل اللي احنا هنكتبه دلوقتي ده بص بقى معي no sooner hardly scarcely دول موجودين في بداية الجملة ايه اللي جاي بعدهم؟ جاي بعدهم had وبعدين subject اذا هنا فيه اختلاف لما كنا حطين كلمة hardly و no sooner و scarcely في انزمدل في المنتصف كان قدامها الفاعل وبعدين had وما الايه اللي حصل دلوقتي لما بدأنا بيها حطينا هاد الأول وبعدين الفاعل يعني عكسناهم مع بعض وبعدين بتبقى الكلمات السابتة اللي هي كلمة زان وين وين زان اذا كانت مع no sooner وين بتبقى مع hardly و scarcely تعال بص كده في المثال ده no sooner had had they finished بس هو كان مكتوب فوق في رقم سبعة في number seven كان مكتوب had no sooner finished يبقى ان لما بدأت بno sooner جبت بعدها had they يبقى بعد no sooner بعد hard بعد scarcely لما نبدأ بيهم اول الكلام نجيب بعدهم had والفاعل had i had they had we had i مفعش اقول they had غلط i had wrong مفعش اقول we had لازم اقول had بعدين subject اللي هو الفاعل تعال بص بقى برضو في استخدام hardly المثال شبهه بالظبط اهو بدقين احنا هنا بكلمة ايه hardly لكن ايه اللي مكتوب بعدها had they bravo عليكم had they يعني احنا جبنا هاد الاول وبعدين they اوكي ما ننساش بقى ان احنا كتبنا win مكتوب اللون ال green مش معنى كتبنا win هنا لشان موجود عندي كلمة hardly hardly اخر حاجة احنا كلم عنها في الكي vocabulary بتاعتز زع من الباست بروفيكت يا جماعة إكسبرشن عندي اسمه تاني حفظوا كويس إت ووز أونلي وين الإكسبرشن ده جماعة بيجي ورا ماضي تام الإكسبرشن ده بيجي بعد وماضي تام وبعدين كلمة زت ووراها الماضي البسيط في إكسبرشن تاني بيسويه في نفس الاستخدام ونفس المعنى بصوا كده عليه هو اسمه إت ووزنت أنتل برضو بيجي بعد وماضي تام وبعدين كلمة زت وبعدين ماضي بسيط هذه المثالين اللي إحنا جبناهم على الإكسبرشنين ده أو الإكسبرشن دي إت ووز أونلي وين هي هاد آرائف زت هي وين توبت إحنا بدأنا هنا إت ووز أونلي وين أخدنا معاك كلمة زت بس نلاحظ إن إحنا بعد إت ووز أونلي وين تخدمنا زمن الماضي التام والماضي البسيط أي ومزبوط استخدمنا زمن الماضي التام اللي هو قدامكم ده هاد آرائف برضو يا جماعة في إت ووزنت أنتل إت ووزنت أنتل هي هاد آرائف آخر حاجة في الكي فوكابلاري هو فعلا الكي فوكابلاري بتاعت زمن الباست بيرفكت كتيرة وطويلة لكن سهلة وجميلة وممتعة وشيقة والله العظيم طيب إذا لم يأتي في النقطة اللي بعدها إذا لم يأتي بعده after أو before فاعل مفيش فعل يبقى نجيب مين نجيب verb في i energy اللي هو gerund في after أو before ومفيش بعدهم فعل يبقى نجيب بعدهم ال gerund تعالوا نبص كده في المثال ده جماعة after reading the book بعد ما قرأت الكتاب أو بعد ما هو قرأت الكتاب he gave it to me أعطاه لي يبقى after هنا جاي بعدها verb في i energy ليه جماعة ليه علشان مفيش فاعل he gave it to me هنا ماضي ماضي بسيط وإحنا تكلمنا على الجزئية دي لما تكلمنا عن after وحدها ولما تكلمنا برضو عن after لوحدها لكن هنا after و before لما لقيهم بيجيب بعدهم verb في i energy اللي هو gerund before sleeping يبقى أنا ما قلتش before وقلت past participle ولا أي حاجة ولا مصدر لا قلنا verb في i energy السبب سامح حدي بيقول برافو عليكم إجابة مظبوطة لأنه مفيش فاعل لغياب الفاعل أنا ما عنديش فاعل يبقى لازم يكون الverb الموجود بعد after و before الverb لازم يكون في i energy كده احنا خلصنا يا جماعة زمن الباست الباست بيرفكت وخلصنا الكي vocabulary بتاعته يبقى احنا كده تكلمنا عن تكلمنا عن ثلاث أزمينة اللي هما أزمينة الباست دول أصبحوا واضحين قدامكم وسهلين إن شاء الله وإذا اتفرجت على الفيديو أكتر من مرة وحاولت تحفظ كل الexperations الموجودة هنا في الفيديو ده في فيديو إن شاء الله أرفعه بعد الفيديو ده على طول إن شاء الله الفيديو ده فيه مجموعة من التمارين هنحلها مع بعض في الفيديو هنحل مع بعض مجموعة من التمارين أسئلة الـ choose هنحل شوية اكسرسيز عن بس أنا متأكد أنك مش هتعرف تحل إلا إذا تفرجت على الفيديو كويس وبدأت تركز وتحفظ الكلام المكتوب جواه وتحاول تفهم كويس أتمنى أكون أفدتكم إن شاء الله في زمن أزمنة الماضي وأتمنى أقابلكم إن شاء الله في فيديوهات تانية بإذن الله أزمنة المضارع وأزمنة المستقبل إن شاء الله لو عندك أي سؤال أو أي استفسار ما تترددش في إنك تتصل بي على الرقم الموجود قدامك هتلاقيني برد عليك في أي وقت من اليوم وتحت أمرك وفي أي وقت متشكر جدا وأتمنى أنكم ما تبخلوش علي بالشير واللايك والسبسكرايب علشان توصلكم كل الفيديوهات وإن شاء الله كل أسبوع أو أقل من أسبوع هرفع لكم فيديو للصف الثالث السنوي عن قواعد الصف السنوي كلها إن شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء